الأول كده عشان حضرتك تبقى عارف مين أشرف مروان والده هو اللوى أبو الوفى مروان أشرف رمضان أشرف مروان والده اللوى أبو الوفى مروان وهو كان قائد الحرب الكيميائية في الجيش المصري أشرف مروان كان زابط أيام جمال عبد الناصر وبعدين بقى شغال مع جمال عبد الناصر وسامي شرف والكلام ده كله وبعد كده أصبح مستشار أيضا لأنور السادات ورهيس للهيئة العربية للتصنيع وبعدين حسني مبارك عينه سفير في لندن لما تولى بعد أنور السادات دي الصورة اللي نشرها المساد الإسرائيلي اللي بظهره ده الظابط الإسرائيلي اللي تقريبا قاله اسمه دوبي حاجة زي كده اسم مستعام ودي صورة أشرف مروان اللي كشفها المساد الإسرائيلي كشف المساد عن وثائق جديدة تتعلق بحرب السادس من أكتوبر 73 التي انتصر فيها الجيش المصري المساد كان يدافع عن نفسه بكشف هذه الوثائق ويحاول ضحض الاتهامات بأنه فشل في معرفة توقيت الحرب فهم بيقولوا أن أشرف مروان كلمهم وإداهم معلومة أن الحرب بكرة بس المعلومة كان فيها غلط في التوقيت قدم المساد مواد توثقية عالية الجودة وحاول تجريدهم لأشرف مروان سنة 1970 طيب المساد أطلق إيه على أشرف مروان كان اسمه الملاك والمسؤول عنه كان اسمه دوبي خطورة مروان أنه كان صهر جمال عبد الناصر الرئيس المصري ومدير مكتبه وبعد كده بقى مدير مكتب أنور السادات من بعده ومستشاره أيضا وكان البريد الخاص بالرئيس يمر عبر أشرف مروان ويحضر غالبية الاجتماعات الخاصة مع رؤساء الجمهوريات والملوك العرب إحنا هنا بنتكلم عن إيه؟ تاني هقول تاني المعلومات اللي الاحتلال بيقولها مش مصدقة وهي معلومات بتنقل رواية إسرائيلية عن حقبة من الزمان وعن شخص مصري طيب هل الرواية دي 100% صح؟ بالتأكيد لا هل فيها جزء صح؟ ممكن مين المفترض يقول أن الرواية دي صحة أو غلط؟ هل أنا؟ الحقيقة لا أنا لا أملك الحقيقة لا أعرف هل أشرف مروان كان جاسوس إسرائيلي ولا عميل مزدوج ولا كان جاسوس مصر الحقيقة ما عرفش مين المفترض يقول يا جماعة زي ما إسرائيل بتكشف هذه الوثائق يفترض على النظام المصري أن يكشف وثائق تثبت أن أشرف مروان كان رجلا مخلصا وطنيا يعمل لصالح الأجهزة المصرية ترجمة نانسي قنقر